حصدت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات على المرتبة الأولى في المنشآت الفائزة بجائزة أفضل بيئة عمل سعودية لعام 2017 والتي نظبتها جريت بلايستو وورك للسنة الرابعة على التوالي فيما جاءت شركة آبفي بالمرتبة الثانية وحلت مجموعة فنادق الانتر كونتين انتل على المرتبة الثالثة طبعا سعداء جدا وشرف كبير لنا نستلم هذه الجائزة كأفضل بيئة عمل للسنة الثانية على التوالي طبعا مسؤولية كبيرة وسعادة كبيرة واعتقد سببها الرئيسي نجاحا على عدة أصعدة من حيث توفير بيئة عمل مثالية حوافز توفير أيضا ما فرص تطوير وظيفي برامج تطوير وظيفي أنجزنا فيها العديد من الانجازات داخليا وخارجيا على مستوى حتى أكثر من دولة وتضمنت القائمة أفضل عشرون منشعة عاملة في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى الشركات العاملة في المملكة والمؤسسات الغير ربحية هذا وتمثل الجائزة مفهوم ترسيخ ثقافة بيئة العمل وتطويرها على كافة مستويات الشركات العاملة في مختلف القطاعات والصناعات لازم يكون عندنا العينة تشمل جميع المنظفين من جميع المستويات من جميع المناطق النقطة الثانية اللي بتكون منك التحدي نحن نتأكد أن المعلومات هذه تمت من دون أي مثلا خلينا نقول ضغوطات على الموظفين وعندنا طبعا يسموها الشيكسان بالانسز أو الأدد كيف نحن نتأكد أنه بذن الله المعلومات هذه صحيحة ومن ضمن الإحصائيات المقبولة تجدر الإشارة إلى أن قائمة أفضل بيئة عمل سعودية التي أطلقت عالميا منذ أكثر من أربعون سنة أصبحت معيارا دوليا للشركات يعكس صورة بيئة العمل فرصة فريدة لتقييم حاجاتها وفهمها إياها سعيا منها لتحقيق إنجازات حقيقية ملموسة قناة الإخبارية عبدالله الحزيمي الرياض